بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس الثامن والثلاثون لأنها لو أعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لجادت على الأب لو أعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لجادت على الأب وما عرف في الفرائض أن الأم تزيد على الأب نعم وسميتها بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه هو أول من أفتى فيهما أول من أفتى فيهما نعم والحال الثاني لها فلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين نعم وهي مع الأبي وأحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين مع الأب وأحد يعني الزوج أو الزوج نعم وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان نعم فضى فيها عمر رضي الله عنه لذلك نسبة إليه غير العمرية نعم لأنها فلث الباقي بعد فرض الزوجين ابن عباش رضي الله عنه يخالف في هذا ويرى أن لها الثلث كاملا يرى أن لها الثلث كاملا عملا بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبوه فلي أمه الثلث وهذا ليس له ولد وليس هناك جمع من الإخوة فلها الثلث نعم لكن الجمهور لا يقولون لها ثلث الباقي لأن لو عطيت الثلث كاملا فزادت على الأب وهذا غير معروف في الحراير وأيضا الآية يقول الشيخ الإسلام من تيمية فيها ما يشير إلى هذا لأن الله قال وورثه أبوه يعني ليس معهما غيرهما فدل على أنه إذا كان معهم زوج أو زوجة ما ورثه أبوه فقط بل معهم زود زيادة نعم وتسمى العمريتين لذلك نعم واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله من مسعود وزيد نعم وروي ذلك عن علي رضي الله عنه الحال الثالث لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك فيما عدا وجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة وفيما عدا العمريتين لها ثلث المال كاملا فإن لم يكن له ولد وورسه أبوه فلأمه الثلث نعم يعني أن لها الثلث بشرطين أحدهما عدم الولد وولد الإبن والثاني عدم اثنين فصاعدة من الإخوة والأخوات بغير خناف نحن له بين أخي العلم نعم الحال الضابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان هذه مسألة نالرة إذا كان ولدها منفي باللعان فإنه ينسب إليها ينسب إليها واللعان كما ذكره الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب يعني الحد العذاب المرات به الحد ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم اللعان انتفى الولد عن الزوج فصار ينسب إلى أمه صار ينسب إلى أمه وليس له أب فتريثه أمه وعصبتها نعم الفابعة 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 وهي إذا كان ولدها منفيا بالنعاد أو ولد زنا أو ولد زنا ولد زنا صريح زانيا جاء ولدت ولدا ينسب إليها ولد الزنا ينسب إلى أمه تريثه أمه عصبتها نعم لأنه ليس له أب نعم فتكون عصبة له فإن لم تكن عصبتها عصبة يعني لو مات عنها أخذت ماله كله لو مات عنها ابنها من الزنا أو من اللعان أخذت ماله كله بالفرض والرد بالفرض والرد فإن لم تكن ميتة إذا لم تكن موجودة فإن عصبتها يقومون مقامها يريثون ولد معصبتهم نعم لما روا عمر بن فعير عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مراثة الملاعنة ابن الملاعنة بأمه ولورثته ملاعنة أو الملاعنة يصلح الملاعنة أو الملاعنة نعم واللعان إذا اتهم زوجته بالزنا إذا اتهم زوجته بالزنا وأراد نفي الولد وأراد نفي الولد وادعى أن هذا الولد ليس منه إنما هو من زنا فإنه لا بد من اللعان يقام اللعان بينهما فإذا تم انتفى الولد منه وصار ابنا لها منسب إليها إذا مات تكون عصبة له هي تأخذ ماله وإن كانت غير موجودة يكون ماله لعصبة أمه نعم وروا راهدة بن أسفع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل هو ما ذكر نعم عن عمر بن شعب نعم لما روا عمر بن شعب عن نبيه عن جدة نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مراثة بن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها نعم لأمه ولورثتها من بعدها نعم إن كانت موجودة تأخذ ماله وإن كانت غير موجودة انتقل إلى عصبتها نعم وروا راهدة بن أسفع عن نبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريخ تحوز تحوز المرأة ثلاثة مواريخ يعني تأخذ جميع المال فيها في هذه الثلاثة تحوز يعني تأخذ جميع المال فيها كأنها عاصب نعم عتيقها 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 ونقيقها وولدها النبي نعنت عليه عتيقها إذا أعتقت عبدا أعتقت عبدا ثم هذا العبد صار لما توفي وليس له ورثه فإنها تعصب تعصبه بالولاء هذا ما يسمى بالولاء تكون عاصبة له بالنفس ولهذا يقول النظر وليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة هذه العاصبة عاصبة بالنفس يعني فتأخذ جميع ماله تعصيبًا لأنه عتيقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق وهي المعتقة فتأخذ جميع مال عتيقها إذا لم يكن له ورث هذا واحد الثاني لقيطها وهذا عدمح الخلاف يعني لو وجدت ابنا منبوذا طفلا لو وجدت طفلا منبوذا طفلا صغيرا منبوذا ثم أخذته وأرضعته وغذته حتى كبر واكتسب مالا ثم مات فإنها ترثه وهذا في خلاف هل الملتقط يرث اللقيط أو لا خلاف بين العلم هذا الحديث يدل على ذلك أن الملتقط يرث لقيطه والجمهور على أن ماله يكون لبيت المال مال اللقيط يكون لبيت مال المسلمين هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يعرف له نسب فيكون وارثه بيت المال بيت مال المسلمين والثالث الولد الذي لاعنت عليه وهو هذا الذي عندنا الآن في باب الفراير لاعنت عليه زوجها ونفي عن زوجها إذا نفي عن زوجها ينسب إليها هي لأنه ما يمكن يصير إنسان ليس له نسب لا بد يكون له نسب إما من جهة أبيها أو من جهة أمة ما يبقى إنسان في الدنيا ليس له نسب نعم طوار في المدين وقال حديث حسن غريب ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في ثيازتها ميراته كما أن أباه لو كان له أب يأخذ جميع ماله من تعصيل فكذلك أمه لأنها قامت مقام أبيه لعدم وجود أب تقوم مقام أبيه فتحوز جميع ماله أنا من جهة القياس الأول من جهة النص والحديث والثاني من جهة القياس نعم ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في ثيازتها ميراته ولأن أقارب الأم قرنوا بها قرنوا قرنوا ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يلتون معها كأقارب الأب معه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولورثتها من بعدها ولورثتها من بعدها دل على أنها تنفرد بالإرث ولا يشاركونها فيه إلا بعد عدمها نعم وعنه أن عصبته عصبة أمه اختارها الخراقي يعني فيكون لها الثلث أو السدس والباقي يكون لعصبة الأم اختارها الخراقي الخراقي هو أبو القاسم الخراقي صاحب المتن متن الخراقي يقولون أول ما أولف المذهب الحنبلي من المتون هو متن الخراقي وهو ورقات يسيرة شرحه صاحب المغني كتاب المغني شرح على كتاب الخراقي نعم المغني كله شرح على مختصر الخراقي نعم يقولون عليه ثلاثمائة شرح هذا المختصر شرحه الشراح ببلغت شروحه ثلاثمائة شرح نعم أعظمها وأهمها المغني نعم وعلم أن عصبتهم عصبة أمه تارها الخراقي نعم يروى ذلك عن عليم وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقوا الكرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والله جعل للأم فرضا ولم يجعل لها تعصيبا فتأخذ فرضها فما بقي فولعصبتها نعم وأولى رجال به أقارب الأمه لأنه ليس له أقارب من جهة الأب فينتقل إلى أقارب من جهة الأم نعم وعن عمر أنه أرحق ولداً مناعنة بعصبة أمه دونها يعني نعم وعن علي أنه لما رجم المرغة دعا أولي لها فقال هذا ابنكم تركونه ولا يرسكون نعم وإن جنى جناية فعليكم حكاه أفردن عنه نعم على كل حال المذهب عند الحنابلة وغيرها المال النقيط يكون لي يكون لي بيت المال أما ما لولد الجانية فإنه يكون لأمه يكون لأمه نعم ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحضبت إخوتها ولأنه لما كان مولاها مولا أولاكها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالبن نعم فسط وللجدة إذ لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحادي إذا تحادي لما انتهى من بيان نصيب الأم ذكر لها أربع حالات آخرها حالة ولد الزنا أو الملاعنة أو ولد الملاعنة انتقل إلى الجدة انتقل إلى الجدة الجدة ليست كالأم الجدة لها فرض مستقل وهو السدس لها السدس لا تزيد عليه ويشترط في إرث الجدة عدم وجود الأم الأم تحجب الجدات وكل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة وإن اجتمعنا في الدرجة تساوينا في الدرجة اشتركنا في السدس يمكن أن يشترك جدتان أو ثلاث جدات أو أربع جدات أو أكثر عند بعض العلماء بشرط أن يتساوينا في الدرجة لا يكون بعضهم أقرب إلى الميت من بعض والمراد بالجدة التي ترث السدس أم الأم وإنعلت وأم الأب وإنعلت وأم الجد وإنعلت وأم أب الجد وإنعلت بالأمومة أما أم أب الأم فهذه لا ترث يسمى الجدة الفاسدة كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فإنها لا ترث كأم أب الأم أم أب الأم أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث سمى بالجدة الفاسدة الفاسدة يعني من جهة الإير لا من جهة لا من جهة الدين يمكن أنها من أصلح الناس لكن سمى فاسدة من جهة الإير نعم فصل والجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أكثر إذا تحاذين إذا تحاذين يعني في الدرجة كأم أم وأم أب تحاذيات نعم يكون السدس بينهم يكون السدس بينهم بالسوية وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية نعم قال ابن المندد فاجمعهم العلمي على أن لنجدد السدس إذا لم يكن الليتة أم نعم لنجدد السدس إذا مع عدم وجود الأم إذا وجدت الأم فليس للجدات شيء هذا شرط نعم والدليل على إعطاء لنجدد السدس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أعطاها السدس لأن الجد جاءت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله شيء شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن دعيني أسأل فسأل الصحابة فشهد عنده من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس أعطاها السدس فأعطاها أبو بكر رضي الله عنها السدس عملا بهذا الحديث نعم وروا قبيعة من دعين قال جاءت الجد إلى أبي بردنا الصديق تطلب ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لأن الذي في القرآن ذكر الأم فقط ولا ذكر الجد نعم ولكن ارجعي حتى أسأل الناس نعم فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معت غيرك فشهده محمد بن مسلمة الأنصاري شهد محمد بن مسلمة الأنصاري بما شهد به أبو موسى بما شهد به المغيرة لن شعبة نعم فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه نعم فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيره وما أنا بزائب في الفرائض شيئا ولكن هم ذائف السدس في عهد عمر جاءت جدتان أبو بكر ما جاء إلا جدة واحدة وفرج الله بوجود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عمر جاءهم جدتان وش يسويهم فقال ما لك إلا هذا السدس ما لك إلا هذا السدس تشتركنا فيه لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر الخليفة من قبله فشرك بينهن في السدس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسلتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فكون عمر شرك بين الجدات هل هي سنة ماضية؟ نعم وما أنا بزائب في الفرائض شيئا يعني ما أقدر أعطي سدس ثاني لأن هذا يصير زيادة في الفرائض ولابد من دليل على هذا وعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله نعم ولكن هو ذلك السدس فإن استمعتما فهو لكم وأيكم أخلت به فهو لها الجدة إن كانت واحدة أخذت السدس وإن كانت إثنتين فأكثر اشتركنا فيه نعم رواه مالكم كما وطأه وأبو داود وضماجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم وقوله واحدة كانت أو أكثر يعني أن ميراتهن فالسدس وإن كثروا وذلك إجماع منهم ووجه الحديث المذكور أن عمر شرك بينهما فيه نعم وروي نحنه عن أبي بكر فروى سعيد قال حدثنا سفيان وهشيند عن يحيان سعيد عن القاسم بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميرات دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سيد بن حارثة وكان شهد بدرا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خليفة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الذتي إن ماتت لم يرثها ومنعت الذتي لو ماتت ورثها وهي أم الأب أم الأب لو ماتت ورثها لكن الأم لو ماتت لم يرثها لأنه من لو الأرحام ولد بنت فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما وقوله إذا تحاذين وهذا إذا ثبت فيكون قضاء به أيضاً أبو بكر تشهيد قضاء به أبو بكر وعمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء وعلى كل حال لو لم يثبت فقضاء عمر يكفي في هذا وقوله إذا تحاذين يعني إذا ثالتا في الخرب سواء وقوله إذا تحاذين يعني إذا كانتا في الخرب سواء فلا خلاف بين أهل العلم فيما عليناه في توريتهما فأم الأم وأم الأب لأن هذه تدلي بالأم وهذه تدلي بالأب يعني الواسقة من تساوية الدرجة نعم وقد دل عليه ما تقدم من الحديث مثال ذلك أم أم وأب السدس بينهما إجماعات نعم أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أب أم وأم أبي أم السدس بين الثلاثين الأول السدس بين الثلاثين الأول 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 السدس بين الثلاثين الأول وسقطت الأخرى لأنها تدلي بغير وان نعم لأن بينه وبين الميت ركر سمى الفاسبة وأما الثلاث الباقية فإنهنا يدلينا بواسطة صحيحة ومتساويات في الدرجة تساوينا في الاستحقاق نعم يكفي طويلة الشيخ سمعت منكم القولة بعدم صحة البيع عن طريق ما يسمى بصفة الثلاث الموجود في بعض المحلات وقد سبتم التعليل بكونها ليست بيداً بيد مع الحلم أنه البحال ينتقل المال إلى الجارع الغاشرة من حين إدخال هذه البطاقة وما الفرق بينها وبين الشيخ الذي قد يقول صحيحاً أو صحيحاً أنا لا أعرف أنني تكلمت لا أعرف البيع الآلي هذا بيع الآلي ما أعرف البيع الآلي لا أعرف البيع الآلي أنا قلت في الصرف أنا قلت في الصرف إذا جبت دولارات أو جبت ريالات سعودية إلى المصرف تبدلها دولارات إذا جبت ريالات سعودية تبدلها دولارات أو جنيهات أو أي عملة أخرى فلابد من التقاضم تسلم الريالات السعودية ويسلمون لك العملة البديلة في المجلس أما أنهم يأخذون منك الريالات السعودية ويسلمون لك العملة البديلة في بلد آخر فهذا لا يجوز لأنه بيع حاضر بغائب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا منها ناجزاً بغائب ويقول يدًا بيد هذا الذي أنا أقوله نعم ويشترط في بيع العملات بعضها ببعض التقاضم ولا يكفي تحويلها إلى بلد آخر بدون قابل أو يعطونك شيك بها لا يكفي آلة لأن الشيك سند مجرد سند لا يكفي نعم هذا بيع بالبطاقة هذا يأخذون عليك زيادة يسلمون عنك ويأخذون عليك زيادة يسلمون عنك ويحاسبون عنك أصحاب المحلات وبعدين يسترجعون منك المبلغ مع زيادة لا يأخذون منك من قبل يوم يأخذونك البطاقة يأخذون منك فلوس يوم يأخذونك البطاقة ما يأخذونك إياها إلا بفلوس لا مانا مجانية مانا مجانية لا يقولون عند الراجح مجانية ولا غيره ما يأخذونك ما يأخذونك إياها إلا بتراهم وما خيراً الزيادة مقدماً منك نعم الزوجة غير المدخول بها ذي كم طلقة تبين وهل الزوج أن تزوجها بعقداً جديد أو لا بد أن تنجح المطلقة زوجاً آخر غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة تبين بطلقة واحدة بقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُوا النِّسَاءَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنْ أَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّا مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدْدُونَهَا فتبين ولو بطلقة واحدة وإن طلقها ثلاثاً بانت بينونة كبرى وإن طلقها طلقة واحدة أو ثمتين بانت بينونة صغرى البينونة الصغرى يجوز يتزوجها بعقل جديد في الحال أما البينونة الكبرى فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره ويطلقها الزوج الثاني فإذا تزوجت غيره زواج رغبة لا زواج حيلة أو تحليل ثم طلقها الزوج الثاني جاز للزوج الأول أن يتزوجها بعقل جديد نعم هذا فرق ما بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى نعم إذن تقرأت في درس الأمس في إجابة عن السؤال أن الحديثة جاءت الإزار فقط ورسر التوب ومعنى هذا أن الذي يجعل توبه من افسساقه ويقول هذا سنة ليس له أن يحتج بالحديث إزار المسلم أنصار الساقين إزارة المسلم نعم هو كذلك هو كذلك حديث ورد في الإزارة والإزار أما الثوب فلا أعلم أن الرسول قال إلى نصف الساق قال هذا في الإزار ولكنه قال في الإزار والثوب والبشت وجميع الأشياء والسروان قال ما أسفل الكعبين فهو في النار فما كان أسفل الكعبين من جميع الملابس بالنسبة للرجل فهو في النار إسباء الحرام أما الإزار فالأفضل أن يكون إلى نصف الساق وأما الثوب فيكون إلى الكعب هذا هو المعروف نعم الثوب يقوم مقام الإزار في ذلك الزمان الثوب ثوب والإزار إزار بينهم فرد نعم خلاف السنة من كان ثوب إلى نصف الساقين هذا خلاف السنة لأنه ينتشف إلى جلس انكشفت عورة ويكون منظر أمام الناس ما هم منظر اللايق إذا كان ثوب إلى نصف ساقين يكون منظر ما هو بلايق أمام الناس وإذا جلس انكشفت عورة أو سجد في الصلاة فإنه يمكن تنكشف عورة الدين ولله الحمد دين يسر أو دين عسر وكلفة نعم فإذا جعل الثوب إلى إلى الكعبين صار أستر وأجمال وأحسن نعم كل ما نزل عن الكعبين فهو حرام سوان سراويل أو بشت أو ثوب آب شفت أقول الإزار حم لفتلك سراويل طويل الأن فإنه يمكن أنه يمكن حرام يعني تبهي السرواء يصير الحكم وحكم الإزار لا لا يسرحه السروال أقرب ماله مثل الثوم يكون إلى الكعبين نعم لو تحط السروال إلى نصف الساق تصار فيه شهرة خضيرك الشيخ ما حكم تعليق السوالي على المدران سواء كان بداية أرواح أو نشت بداية أرواح وما هي قصف الصحابي الذي دخل المنزلات فوجد سترا ولم يدخل تعليق الرسوم من الأشجار أو البحار أو الجبال على الجدران ما فيها مانع المناظر التي فيها جمال ما في مانع تعليقها على الجدران أما الصور فلا يجوز تعليقها على الجدران لأن التصوير حرام وتعليق الصور فيه فتنة تعليق الصور فيه فتنة والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى قرام عائشة فيه التصاوير امتنع من الدخول عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وأنكر ولم يدخل حتى هتك ذلك القرام وجع الوسائد فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيد الشيخ ما حق التصوير بالحيرة التغرافية وإن كان لا يدوس إلا لضرورة سمحك التصوير منذ الاشتراك في رياضة السباة التصوير لا يجوز سواء بالآلة الفوتوغرافية أو باليد كله لا يجوز لعموم الأحاديث الحديث ما استثنت وإنما جعلت الحكم للتصوير ولم تفصل في الآلة سواء كانت الصورة مأقودة عن طريق الفوتوغراف أو مرسومة باليد أو منحوتة نحت أو مبنية بناء على شكل تماثيل كله حرام ما فرقت الأحاديث بين صورة وصورة بل عممت الأحاديث جميع الصور وجميع المصورين أما ندعى الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية المرسومة بجد فعليه الدليل ما فيه دليل علىها والفتنة واحدة والصورة المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية أشد فتنة من الصورة المرسومة أشد فتنة لأنها تحكي الصورة تماما فهي أشد والذي يقول بجواج التصوير الفوتوغرافي يقول ما يجوز تعليق الصور ولو كانت بالآلة الفوتوغرافية فهو يتناقض يتناقض في هذا إذا كانت جائزة في الأصل فلماذا لا يجوز تعليقها مثل الأشجار ومثل الجدران والمناظر هذا تناقض من عجيب الحاصل أنه لا يجوز تصوير سواء بالآلة أو باليد أو بالبناء والنحك كله داخل في النصوص إلا للضرورة تصوير للضرورة لذل الرخصة وقصة القيادة البطاقة الشخصية تصوير من أجل الدراسة تقول الدراسة أو للسفر جواز السفر هذه ضرورات أصبحت ضرورية الآن والله جل وعلا يقول إلا ما اضطرلتم إليه قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرلتم إليه هذه ضرورة أفتى كثير من العلماء بجوازها للضرورة أما التصوير للهواية ولأجل المناظر فهذا حرام لا يجب باق على تحريمه وعلى عموما والفتنة فيه موجودة نعم شكرا شكرا شكرا